فيديو اليوم عن نصائح للأمهات اللي عندهم أطفال خصوصاً الأم اللي أول بيبي إلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظمة وهذا السلسل اللي بالذات اسمها تثقيف صحي موجهة للناس اللي مش ممرضين ولا أطباء ولا منتمين للمجال الرعاية الصحية ملاحظة قبل ما أبدى الفيديو اوعي تسمع كلام الناس اللي بيقولولك ترديش على الدكاترة هدول بعقد الأمور ما احنا هيك عملنا في ولادنا وهيك أمنا عملت فينا وهيك جدتنا عملت في أمنا وهينا كلنا عايشين ومشاء الله أيوة لو أنت جربت شغلة والشغل غلط وربك سطر مش معنات أنها صارت صح يعني أمك قصرت فيك وعملت فيك بلاوي ما بعملها بني آدم في بني آدم ومع ذلك ربنا سطر وكتب لك عمر جديد بتروح يتعلمي باقي الناس يعملوا نفس الغلطة لا في هذا الفيديو رح أعطيكي أكمل نصيحة عشان يديري بالك على ابنك اللي عمره صغير جدا خصوصا لو كنتي زي ما بسموها أو أول ولد بتخل فيه بتهمك جدا لأنك رح تعملي هاي التصرفات مع الإخوانه اللي رح يجو بعدين أول وأهم نصيحة لا تسمعي نصيحة من إنسان ما بفهم بالطب ومش قصد كلمة ما بفهم بالطب إنه جاهل أو لا بيجرى ولا بكتب القاضي ما بفهم بالطب المحامي ما بفهم بالطب دكتور الجامعة ما بفهم بالطب رئيس الوزراء ما بفهم بالطب اللي دارس إدارة أعمال ما بفهم بالطب مهندس الكمبيوتر ما بفهم بالطب كل واحد في صنعته ملك هاي معروفة فأنا بدي أسأل عن معلومة تخص الطب بسأل طبيب وفي الأطفال بالذات بسأل طبيب أطفال ما بنفع حتى طبيب عام إذا بدك الدغري فلا تأخذ نصائح من ناس سواء أمك سواء حماتك سواء جارتك صحبيتك أختك حتى لو عندها سبعين ولد ما يمكن يكون كل تصرفاتها غلط والولاست الربنا ولا كان هالولاد كلهم ما عاشوا النصيحة الأولى لا تخلي ضيوفك وقرائبك يبوسوا الطفل أو يحملوه أو يقربوا وجوههم منه أو يلمسوا أو يمسكوا إيده أو رجله لأنه هذا هو سبب العدوى وسبب الإنفلوانزا والرشح والتهبة للحلق اللي بتجيكه الأربع خمسة أيام لازم تكون حازمة في الموضوع صحة ابنك أهم من الدنيا كلها ولما يمرض ما حدا بشتريه لعلبة الدواء بدلك رقم اثنين الحرارة العالية كرقم مش دايما بتكون إشي خطير أي طفل برشح ممكن تصير مع حرارة 39 و41 عادي لكن أنت بتخافي لما الحرارة ما تنزل مهما عملت ومهما أعطيت أدوية مهما عملت كم مدات أو إذا الحرارة تتطور لإشي أخطر مثل التشنجات مثلا وقتها لازم تروحي لطبيب أطفال أو تروحي على طوارئ الأطفال الحرارة ما بتنزل لا بالماء المثلج ولا بتنزل بالماء اللي مضاف إليها مكعبات ثلج ولا بتنزل بالماء اللي مخلوط معها سبيرتو أو كحول ولا بتنزل بالماء المخلوطة بالخل كل المواد هاي بتنزل الحرارة بسرعة وبعدها ترجع بتطلع بسرعة فاذا بدك الحرارة تطول لما ترجع للولد بكل بساطة بافتح الحنفية مية فاترة زي اللي بتتوضي فيها نفس درجة الحرارة على ايديه او رجليه ربع ساعة او بحطه في البانيو ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة زائد اللي بعطيه الدواء مخفض الحرارة اللي كتب له يا الطبيب وبرضه مش اول ما تصير حرارة على الولد اعد عشر دقائق وطير في البلاد اللي بتفهم بيستنوا الطفل يومين بيشوفوا الحرارة بتروحوا ولا لا عشان يقرروا هل هذا التهاب بكتيري او فيروسي فبتروحها الدكتور اذا قال لك هذا التهاب فيروسي معناته زي ما ايجا لحاله بيروح لحاله وما الو علاج او ما الو مضاد حيوي اذا كان التهاب بكتيري رح يعطيكي مع خفض الحرارة مضاد حيوي بالنسبة للامهات اللي والدات جديد لا تسمع الى الناس وتروحوا تشتري حليب صناعي لانك ما شفت حليب طلع معك بمجرد ما ولدتي بعض الامهات ممكن تقعد من يومين لسبعة ايام حتى يبدأ اضرار الحليب عندها الحليب الطبيعي وبعدها اترذع الولد وهي بتفرج حسب كثير شغلات حسب الام حسب صحتها حسب وزنها وطولها حسب الولادة تعبت في الولادة ولا لا حتى حسب حالتها النفسية فاذا ولدت وهي زعلانة او جوزها طلقها لانه جابت بنته ونفسه بولد مش رح يطلع معها حليب اسبر شوي لما يطلع معك حليب حليب الام مهما كان افيد من حليب العلب والولد رح يستفيد اكثر لا تصدق الناس الى بقوله انه حليب الام ما بيشبع وانه الاحسن جنب حليب الام تجبيلو حليب صناعي انه يرضع مرة منك ومرة من العلبة كلام فارغ الا اذا الدكتور قرر هذا الكلام طبعا لا تردع الولد او البنت ردعت حليب صناعي بالليل عشان ينام لانه هذا الكلام كلام فارغ شو ما عملت راح يصحب نص الليل خاصة أول شهر في ناس بيحكوا عن الفطام أو الفطام الليلي بعض الأمهات بتنصح الأمهات الثانية أنه إذا بدك تفتم الولاد أول شي بتبلشي تردعيه بالنهار وما تردعيه بالليل علشان يتعود أنه يبعد عن الحليب الآن العلماء أو الأطباء مختلفين أنه هل الفطام الليلي بذلك يبدأ على عمر سبت الشهر أو تسعة الشهر أو سنة لكن الأكيد اللي متذجين عليه أنه بعد عمر سنة تقدر يتوقفي الرضاعة الصناعية بالليل لو رضعته بالنهار مش مشكلة لكن إيقاف الرضاعة الطبيعية بالليل وبعديها بالنهار وبعديها تفتميه هذا غلط على عمر السنة فلازم على الأقل تعطيه رضعة واحدة بالليل لأنه إيقاف الرضاعة يسبب نخر الأسنان المبكر عند الطفل على سيرة الفطام الفطام ما بيجي فجأة مش الولد بينام بصحة ممنوع تشرب حليب من اليوم الطالع لا الموضوع بيجي بالتدريج ولو تفتم الولد على عمر سنة زي ما هالناس بيعملوه أنا بشوف أمهاتي كثير ابني فطمته على عمر سنة ونص أو سنة وشهرين أو تسعة وشهر كذابة بالعربي كذابة أو حتى لو كلامك صح مش شطارة منك تحرم الولد من عناصر غذائية ومن حليب طبيعي ومن روابط نفسية جيدة مع الأم وحتى الأم نفسها تتزبط هرموناتها وصحيتها بتصير أحسن لما تردع ابنها ما بصير تفتم الولد قبل عمر سنة ونص على الأقل لا تستجل بيقولك خلي الولد أو البنت تنام بالنهار لأنه إذا نام بالنهار مش راح ينام بالليل بالنهار هذا الحكي بساعدها أن تعرف تنام بالليل أسهل بالنسبة للأطفال الصغار اللي أجل من ست شهور حرام شرعا أنا بفتيك فيها حرام شرعا أنك تشربية ينسون أو زهرات أو مرمية أو حتى مي شوف المي حرام يشربها راح تقولي لي ما هو بشربش إلا حليب ما هي الدنيا صيف ما هي الدنيا حر ما هو الحليب مكون أساسي فيه المي الحليب بتكون من مي زائد شغلات ثانية حتى حليب الأم بتكون من مي وشغلات ثانية فالولد مهما كان عمره مهما كان وزنه حتى لو الدنيا في عز الصيف بأخذ اللي بحتاجه من حليب الأم فلا تشرب الطفل مي وهو عمره أجل من ست شهور تحت أي ظرف حتى لو جوزك بيقول لك يا بتشربي يا بطلقك قولي له طلقني لأنه المي يا أم ما بيستفيد منها يا أم ما بتكون وسخة فبصير معاه التهابات معوية ومشاكل بالمعدة يا أم ما بخفف الحليب اللي بأخذه وهيك بتقول لي الفائدة أوعد خافي إنك تحملي ابنك قال إيش ما هو بتعود على الحمل خليه يتعود على الحمل أحسن ما يتعود على إنه أمه إنسان مهملة وبتكره ومش طائقة تحمل وتجيك تاني وقتها رح سير التأثير النفسي أسواق بكثير أوعد حطه ابنك على التخط جبل ست شهور قال إيش ما هو ما بجلب في أولاد بكبروا جبل غيرهم وبجلبوا على عمر أجل من هيك وبرح تلاقيه غازز على راسه على الأرض وراكضة على الطوارئ ودورة على واحدة عالجه لا تزعل من اللي بيقول لك لهسة ابنك صار عمره 8 أو 10 أو 10 شهر أو سنة أو اللي هو ولا حبي ولا زحف آه فيه أولاد بيبشوا قبل غيرهم فيه أولاد بيحكوا قبل غيرهم فيه أولاد بيبتسموا قبل غيرهم فيه أولاد بتعلموا الكلام قبل غيرهم مش كل الناس واحد لا تكتفي ببرنامج التطعيم الرسمي تبع وزارة الصحة فلو طلع أي مرض أو اخترعوا أي مطعوم بدك تعطيها وركزي جدا جدا على مطعوم الروتافيروس لأنه هذا اللي بيحمي من الإسهال والمراجعة اللي بتصيب كل الأطفال أكثر من مرة بالعمر لا طعم الطفل أو الطفلة أي سكريات لا شبس ولا بسكوت ولا شوكولاتة ولا أي نوع حلويات قبل عمره السنتين لو بدك تجيب إلى بنتك العرباي أو المشاية أو بسموها الكراجة اوعي تشتريها خطيتك برقبة لأنه هاي بتعمل إعاقة بالتوازن بتعمل تأخر بالمشي غير إنها ممكن تسبب حوادث كلما الولد اصطدم بكناباي أو بحيطة رح يجع على راسه وانت مش ناكسك مصايب ولو فادته بإشي رح يتعلم إنه ما يمشي إلا فيها ولو جرب يمشي لحاله بدون إشي رح يتأخر عن باقي الأطفال لا تحط للطفل مقاطع يوتيوب عشان يتعلم الأحرف والألوان والأرقام والأشياء هاي قبل عمره السنتين التلفزيون والآيباد والتلفون وكل الأجهزة الإلكترونية ممنوعة قبل عمره السنتين وحتى بعد عمره السنتين حرام شرعاً إنك تسلمي التلفون أو الآيباد أكثر من ساعتين باليوم وفي الأخير بنقول ليش الولد صار معاه توحد ليش الولد صار عنده الذاكرة التافهة ليش الولد صار عنده الانتباه قليل أنا بعرف أطفال بتقوليله ناولني كاسة ماء بوصل باب المطبخ وبرجع بيقولك أنت ليش بعتيني هناك لأنه صلوا أربعة سنتين من يوم ما كان عمره سنتين وهو ماسكي الآيباد أربعة وشرين ساعة بالنسبة للدواء الدواء الشراب لما تشربيه للولد وبعد دقيقتين الولد يراجعه هاي بتصير كثير ممكن الولد معدته تعبانة أو الدواء طعمه مش كويس الطب بقول الدواء بأخذ مفعوله بعدما الولد يبلعه به 15 إلى 30 دقيقة يا ربع ساعة يا نص ساعة فإذا راجع الولد الدواء مهما كان الدواء قبل ربع ساعة تقدر تعطيه نفس الجرعة كمان مرة لأنه أكيد راجعه زي ما هون إذا راجع الدواء بعد أكثر من 15 دقيقة ما بتقدر تعطيه الجرعة مرة ثانية إلا تسألي دكتور لأنه في أدوية لو أعطيه الجرعة مضاعفة ما في مشكلة وفي أدوية لو أعطيه نقطة واحدة زيادة مصيبة زي أدوية الصرع مثلا هاي لو زدت أو نقصت منها نقطة الولد ممكن يصير فيه إشي لا تردي على الناس المتخلفين اللي بيقول لك خلي ابنك يتعود على جو الدخان والله جايين العيلة كلها بدا تسهر عندك وفيهم سبعة ثمانية بيدخنوا في الصالون قاعدين بينهم عشان لو لقدام قاعد جنب واحد مدخن ما يضايقش كلام غير سليم معروف أنه غير المدخن بنضر من الدخان أكثر من المدخن نفسه والأطفال بنضروا أكثر من الكبار ولما يصير مريض أزمة لا تزعلي لازم تحفظي لازم تحفظي علامات التطور تبع الولد إنت بيوقف إنت بيمشي إنت بيحكي وهكذا فمثلا إذا صار عمر ابنك تسع شهور وما تعلم يقعد لحاله بدون ما تسند ظهره أو ما تعلم يتعرف على اسمه لما تحكي له يا أحمد يطلع عليك لازم تخافي مثلا لو الولد صار عمره سنة ونص ولسه ما مشي لازم تخافي مثلا لو الولد صار عمره سنتين ونص وما بعرف يركب جملة من كلمتين زي مثلا أنا جعان بحب ماما بحب بابا إذا ما عرف يعمل زي هيك سنتين ونص لازم تخافي إذا صار عمره ثلث سنوات ومش راضي يلعب مع باقي الأطفال أو مالوش أصحاب لازم تخافي طبعا كل العلامات هاي ممكن يكون الولد ما فيه إشي بس برضو لازم تهتمي تسألي هل هاي دليل عم مشكلة ولا لا ولا تعملي زي واحدة أعطيتها هاي المعلومة فبتقول لي أنا بوقف جنب ابني وبدعمه وبساعده وبظل أشجع يا حبيبتي هاي مش مصابقة الولد رح ينجح فيها ورح يفشل هاي علامات تطورية وأنا بحكي لك عن الحد الأقصى إذا وصل عمر كذا وما عمل كذا معنات الولد يعده تخلف يعده إعاقة مش معناته أنه والله ما حداش علمه هالشغلة لو علمها رح ينجح فيها استنيني في فيديو جاي رح أحكي لك عن إيمتا تخذي الولد على الطوارئ وإيمتا ما تخذي لو عجبكو الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشتركي بالقناة واعزمي برضو صاحباتك الأمهات وتجاراتك وقرائبك على الأقل شوفوا فيديوهات تتقيف صحي ولا تنسى فعل زر الجرس خلي الكل عشان كل من ننشر فيديو يجيكو رسالة أنه نشرنا فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته